هشام العجبوني القيادة في طيارة الديمقراطية شكرا لك على قبول الدعوة شكرا على استضافة وتحية لكل مستمعيين ومستمعات هشام العجبوني ما هو توصيفك العام للوضع العام في البلاد اليوم في كلمتين سيشام ومبعد تنتعديه الحاجة أخرى في كلمتين لنا مديدة نعيشوا في حالة نفسانية وليست حالة سياسية نفسانية حالة نفسانية الوضع الاقتصادي هو اللي بشكون مؤثر وليس الوضع السياسي في المستقبل تونس هو تقريبا تحت الرقابة الدولية المالية هذا اللي وصلنا له القيس عيد أو منظومة اللي مثلها قيس عيد بين مترقة صندوق النقد الدولي وسندان الاحتجاجات الشعبية المتصادة والوضع اللي قاعدين نشوفوا فيه ذهول اللي توا جاي في الثنية تقريبا صفوف معناها قاعدة كل يوم تزيد أكثر أنا بيدي والله قاعدت نستحفظها لأيامات على كمية البنزين اللي عندي بش نجم نهز ولادي و بش نجم نجيك منها دونك هذا هو الوضع هذا الوضع على حافة الانفجار الاجتماعي واذا نبهنا منه لنا سنوات مش حتى روما من 25 جويل اللي ينجم يقرأ الأرقام والمؤشرات والوضع السياسي والاقتصاد العالمي وأزمة الكوفيد ومن بعد جادة الحرب الروسية الأوكرانية ما نجم يتوقع كان أنه الأمور تسوق أكثر معناها من اللي كانت فيه هذا هو الوضع في تونس ووضع معقد قوى سياسية كلنا مسؤولين عليه سيشان؟ كلنا مسؤولين عليه بدرجات متفاوتة لكلنا وأساساً لي من 2011 اللي يخذيوا السلطة اللي يصوتونهم التوينسة وحتى اللي يصوت للأحزاب السياسية والقوى السياسية يتحمل جزء من المسؤولية في نهاية الأمر اللي يصوت الحركة النهضة والنبي القروي أو غيره من الأحزاب أو نيدا تونس أو يوسف الشهد أو جزء من الأحزاب الأخرى هم التوينسة لذلك يظهر لي جاء وقيت بشو نقوله لتوينسة زادة تراجعوا رواحكم كيما الأحزاب إذا ما تراجعوا رواحه والأسف ما رجعتش رواحها بعد 25 جول يكون بري الطيار معناها بكل صراحة الأحزاب ما حاولتش تفهم ولا تعمل حصيلتها تيلة العشرة سنوات والمساهمة متاحة في تأزم الوضع هذا لذلك لا نجموش نقدمه الشاب العجبوني ثنائيا تعلق الأحزاب فازدة والرئيس منقذ شنو عملوا فيها؟ لا أثبت زي في متاحها معنى هو هو الشعب هي ترتكز على شنو الشعب الطاهر النقي والنخبة الفازدة النخبة اللي تحتكر السلطة وتحتكر المجال السياسي ولكن في نهاية الأمر بعد تقريب 14 شهر المحتكر الوحيد للمجال السياسي هو سيد قيس سعيد بدون أن يكون له أي مشروع مجمع وجمع أصلا اليوم بعضت لي صديق معناها استاتيو كتبته ونهارة 13 أكتوبر يظهر لي أعلان الفوز متى قيس سعيد قلت شاء الله ما يخيبش ظنه وإن شاء الله معناها يحافظ على الحقوق والحريات وإن شاء الله ركزه على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأنه تونس في أزمة خانقة جدا تداعيتها كنت نشوف فيها وجيت بحضيكم وجيت بحضها وسيل العلم ونقول ركزوا على اقتصاد وهو اللي يبشيحكم في السياسة مش السياسة هي اللي يبشيحكم في الاقتصاد وبالتالي كنا نشوفوا فيه حالة فراغ كبيرة للأسف شديدة تونسي ساعاتي خمم بمنطق شد مشومك لأيجيك ما أشوم رغم اللي قيس سعيد ثبت معناه أنه ما عنده حتى مشروع إنسان بالحق يمكن التصريح الوحيد اللي قاله صحيح وكان فيه صادق أنه هو عايش فيه كوكب آخر معناه الكوكب اللي عايش فيه قيس سعيد بعيد ياسر على تونس وعلى أولويات التوينسة وشوفنا منذ يومين كيفاش رغم هذه فرصة بش نترحموا على ضحايا الحرقة اللي قاعدة التوينسة قاعدة تحرقه معناه ولينا نشوفوا دي بي بي يحرقوا يغامروا بهم والديهم بش يحاولوا يخرجوا من البلاد يلقاوش البحث عن حد أدنى من الكرامة في بلدان أخرى رينا سيد قيس سعيد معناها لهي بزوز سيارات إدارية الحقيقة سيد خيبتي سي باسالة بوليتيك وانساء الناس انتخبوا سيد قيس سعيد مش بش يتبع لهم موشيف دو بارك هو رئيس جمهورية مش يلوج على زوز كراهب وين بشاو وين جاو انت يا سي قيس سعيد هلا البانيك متاع الكربيران اللي سارت لنا في الأسبوع هذه شوف قد ديش خسرت الاقتصاد الوطني هذو مليارات المليارات يا سيد قيس سعيد وبالتالي اعتقد انه قيت وانا ديما نحاول ديما ما نحبش نكون كسام مع قيس سعيد لانه في نهاية الأمر ورئيس جمهورية ولكن نطلب منه انه يوخر خطوة للوراق بش نجم بعضنا نحاول وننقذ البلاد لا ينجم قيس سعيد يا لئيس ينجم ينقذ البلاد وحده لا تيار الديمقراطي لا حتى حركة سياسية نجم تنقذ البلاد تل مان لسيتيواشون ايكوناميك تعفنت احنا عايشين لئيس في وضعية ركود تضخمي تعرف انت تعرف اللي فهمي صرحة قالت رأوا العالم كل الاقتصادي العالم مقبل على فترة ركود احنا سبكين عصرنا في المجالة ذي لانه ركود عايشين لنا عشرة سنوات لانه عشرة سنوات لسونات دلارة مواضحة والسياسيين قاعدين يلوجوا على المراكز متاحهم وعلى السلطة وعلى الغنيمة والتمكين وغيره ونساوا المسألة الاقتصادية غيبوا المسألة الاقتصادية وتوى حاليا المسألة الاقتصادية غيبة كل الاحزاب لانه الوضع تعقد بصفة غير مسبوقة لكن سيهي شام انا منجمش ان كيش قلوها مش نمشي شوية خلال الوضع الاقتصادي ونحكي على خيارات الافامية ونحكي على لكن قبل سيهي شام مع هالتشخيص هذا اللي قاعد يجي من عند عديد الاطراف السياسية تقريبا نفس التشخيص قاعد يجي من عند جبهة الخلاصة يمكن مش بنفس الحلول لكن اليوم قلي القطب طيار ديمقراطي تكتل جمهوري حزب عمال اشتق ترحو اذا كان تعطيني التوصيف اللي كنت تقول فيه واللي توين سيعرفوه ويعيشوا فيه معاك وينجم يكونوا مختلفين في جزء منه على الحكم على الرئيس الجمهورية لكن انتي اشتقترح ان تانك انتيتي بوليتيك انتي ديوم كي تتلمى مع هذو ماذا تقترحه علي كمواطن كخارطة طريق اشتقترح علي سيهي شام التنسيخية خلينا نحطوا الأمور في إطارها التنسيخية عليش تعاملت هي بدأت بتقريبا ثلاثة أحزاب اللي هما التائر الديمقراطي والتكتل والجمهوري ومنبعد في فترة ثانية تخل أفيق تونس لفترة ثم انسحب ومنبعد جاءت الجبهة والقطب كان شنو الهدف في متاحها بش نجم تحكم عليها هو الهدف في متاحها التصدي لانقلاب قيس سعيد لأنه قيس سعيد كانت احنا انتقلنا دي ما نقولها كنا فيه منظومة استبدادية في فيزدة تحت حكم بن علي جاءت الثورة انتقلنا للأسف الى شبه ديمقراطية فيزدة وفاشلة وبعد 25 جوليا انتقلنا الى منظومة حكم فردي استبدادية شعبوية وفاشلة واني باسورتي دلو بيرش دونك ش قلنا احنا قلنا ثم اولويات هل انه الاحزاب هذو مقادرين انهم ينقضوا وضع البلاد هم ولا غيرهم حتى حزب غير قادر وقلت هلك الياس بكل تواضع ولكن قلنا ثم اولويات على الأقل نرجعوا لوضع عادي حتى هي مشكلتنا شنوه مشكلتنا ماش من الديمقراطية هو قيس سعيد تعمل ألغى الديمقراطية الديمقراطية عليلة مريضة وهذا كنا نقوله فيه شنا عملو المفروض نزيدو فيه منسوب الديمقراطية والديمقراطية شنوه هي مؤسسات قوية حتى كيجيني انهار اخر منعرش شنا الشيطان يحكم رئيس حكومة ولا رئيس جمهورية يلقي ديه مقيدة من اجي مش تحرد لانه ثم مؤسسات قوية عندي قضاء عندي هيئات قوية عندي درجة من الوعي اللي هي يلزم نستثمروا فيها في المستقبل الكل انا نحكي خفهم دونك الهدف متاعنا هو التصدي لهذا المسار العبثي لقيس سعيد وحاليا في اطار التنسيقي في اطار بالاليات المتاحة السلمية القانونية التحرك في الشارع اللي معناها ربما علام توينسا محاولة تفهيم توينسا المسار اللي ماشي فيه قيس سعيد رو غالط روما النجموش نصلحوا غلطة بغلطة كونه قبل 25 جويلة وذي متفكين فيه اللي راو كانت عشرية متاع فشل وفساد عنوان الابرس حركة النهضة ولكن ميز مش نقفوا غادي لكن سيهشان نسمحني ميسارش نتفعل معاك وذي كانت تسمحوا نعرف اللي معناها متنج متوسع بالك يا سيهشان ياخي الكلام يكفي هو اليوم معنا انتوما ميسارش انتوما اليوم قطب تكتل طيار جمهوري عمال تمشيوا للحوم تمشيوا للناس في دون الكارتي تمشيوا للمدن وقت اللي اللوموا على الحكومة مش موجودة في زرزيس مشيتوا نتوم الزرزيس مو هيدا زيدا ميسارش ميسارش خلني شعر معاك فضلكم بعد نخليلك وما نقصش عليك الفكرة شنو كنت قولي خيار الرئيسي فاشل قولك بيه اوكي هذا تشخيصك وانتي شنوه خياراتك وانتي شقاعد تعمل انتي شنوه قاعد تعمل لتقويض الخيار الفاشل لرئيس الجمهورية اذا كان تعتبره فاشل اشقاعد تعمل الياتك شنوه الكلام الحضور الاعلامي فقط هذا الحضور حتى على الميدان ساعة اول حاجة نعيشو في تونسران اي دونك نمشي وننتقلو للمرشي والعطار والجزار وتعرف انتي فاعلين سياسيين نس تستوقفهم في الشارع تحكيلهم عن المشكلة دونك منيش خارجين على معنايا على الشارع وعلى وضع الناس واحنا بيدنا معنايا مكويين كيف كيف كي المعيشة تغلى حتى احنا زادة كيف كيف نتحمله ونحسوها ونعرفو الناس هذه ماشي اشكالية وتحركنا مشينا الاسفاقس ومشينا النابل ومشينا البرشة مناطق تقول لي انتي مشيته الجرجيس لحقيقة ماكتعرف الاتهام واضح هو الركوب على الأحداث ثم مسؤول هو اللي يتحكم عنده كل السلطات هو اللي يجب أن يجد الحلول مش احنا يجب احنا دورنا نلقاو البديل نحضره ديور الأحزاب الخمسة قاعدين نحكي ونتناقشه على أرضية سياسية لما بعد قيس سعيد وش نوى دورنا الأحزاب وكيف سيتطور العمل التنسيق هذه وتوسيعه ربما على عدة فعلين أخرين معناها قاعدين نقاشات موجودة داخلية مازالت متبلورتش ومتخذناش فيها القرار ولكن هناك نقاشات حول أنه هالمجموعة متاع الخمسة الأحزاب وربما تنظملها أحزاب أخرى وشخصيات أخرى تكون في لحظة ما بعد سقوط منظومة قيس عيد الشعبوية والفاشلة أن نكونوا حاضرين بيش نعطيوا بداية الاقتصادية واجتماعية أساسيا سقوط كيفاش السياسي السياسي ما يحاولش على الفوضى ولا على الأزاغ ولا على الحظ تقول لي سقوط سقوط شنو نحكيه السياسيا بتبعض الحالة مش تكون الأمور واضحة سياسيا أنت اليوم هو اقترح عليك منظومة فيها دستور انتخابات نهار 17 مؤسسة دايمة هو يعتبر رئيس الجمهورية أنه انتلاقا من قيام المؤسسة الدايمة بش يتنحى الوضع الاستثناء بش يتنحى الوضع الاستثناء سيرفع الاستثناء وبداية من وقتها يرفع الاستثناء انت كحزب يا سيدي موجود في البرلمان ولا مكش موجود في البرلمان يجي أحكي معايا كمواطن تحبوا يتنحى طويلة بالصندوق من بعض النحيه مثلا خريط طريق متاعكم هذي ويني اش بش تعملوا تقول لي الرهنو على أنه يسقط اي امانتو مش بش تعملوا لا مش الرهنو سيسقط نقول لك نحضر روحنا كبدير سيسقط بالاخطاء متاعه اكبر معارض لقيس سعيد هو قيس سعيد لأنه هو ش عامل هو عنده الجيش وعنده الامن وعنده الرايد الرسمي قاعد يعمل في اللي يحب في البلاد والأسف جزء متوين سمزلوا عندهم ما يبيع في الاوهام هو معناه يبيع في الاوهام ويحاول يطول المكسيموم الفترة متاع تولير رئاسة بدون مشروع وذي في التاريخ في التاريخ حتمية تاريخية المشروع متاع قيس سعيد ما عندوش حتى أسباب بش يتواصل وكأحزابي مرة أخرى وانتي تجيب أحذايا أكثر من مرة فما مشكل هيكلي نحكي مع السياسي نقوله انتي ش بش تعمل يقول لي قيس سعيد نقوله انتي شنو ناوي تقترح عاتوان سخر الطريق للخروج من الوضع الراهن هذا مثلا يقول لي قيس سعيد معناه فريمان ليه لأننا نقترح التوانسة الرجوع معناها أنه لحظة 25 جويل واستفراد شخص واحد بها يجب أن نعود ونرجع للمسار العادي متاع كل دولة محترمة ما نجموش نقبل أنه شخص واحد هو يستفرد باتخاذ قرار ويرسم لي مستقبلي ومستقبلك ومستقبل أولادنا كل وفي طريق عبثي معناه ثم أولويات كيفاش الأولويات كيفاش كيفاش معناها كيفاش حضورنا الأعلامي حضورنا الميداني حضورنا الأعلامي اللي قاعدين نحكيو فيه داخل التنسيقية معناه فيه أنه يلزم بديل سياسي يلزم استخلاص التجربة لأنه أنا أعتقد مهما كان ياليس بعد سقوط قيس سعيد ما عاد بش نرجعه نرتكبه كل مشهد التعييس وردي اللي شوفناه تيلة عشر سنوات يظهر لي ثم من الطبقة السياسية التجذبات العديمة الجدوى اللي ما استفاد منها التونسي بالكل عشر سنوات ودهورة الوضعية متاعه يظهر لي حتى حد له مستعد حتى بشمال السياسة أنه بش يرجع لكل مشهد كالتعييس هذيك قاعدين نحكيوا مع التونس نحاولوا نرتقيوا بالوعي متاحهم ونقولوا لهم رأي ثنية هذي غالطة متنجمش بش نشدنا سلاح على قيس سعيد ولا أدعو إلى العنف أو أدعو إلى خروج شارع سلميا بش يدافع على مسار الانتقال الديمقراطي ونقولوا للتونس رأيو كل عشر سنين ما يجي ديمقراطية هوني في علاقة بالشارع وهذا زاد عنده 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 نساختين لوجيك مبني على بعض نوع من المنطق خرجين نهار 15 أكتوبر مع جابة الخلاص مثلا لا طبعا طبعا لا لا طبعا لا ودائر مربطنا حتى شي بجابة الخلاص احنا نحملوها مسؤولية ما حدث لحظة 25 جويل هي ترك وميت لعشرية من الفشل والفساد والخيارات الشخصية متاع رجل غنوشي هو اللي ساهم في ترذيل المشهد ترأسه للبرلمان ولغيلا نرجع للماضي نحب ماذا به نغزر للمستقبل ولكن نحملوها مسؤولية ما حدث وبالتالي سياسيا لا يمكن أن يكون هناك التقاء بين التنسيقية الطيار الديمقراطي والأحزاب اللي خرجين هار 15 هما جزء من الفشل طبعا نحن نحملهم الجزء الأساسي من الفشل وانا الحقيقة استغرب أنه بعض شخصيات المحترمة اللي دافعت عن الديمقراطي لا سمحني سنجيب شاب سيجور مبارك وغيره أنا أعتبر أن أقرب للتنسيقية التنسيقية الخماسية لحركة النهضة واتليف كرامة بكل وضوح معناه رأوا مجرد أن ما نعرش خيارهم سألهم هما ما نعرش ربما هما يعملوا على أنه النهضة هي الطرف السياسي القوي دون كل واحد عنده ربما أهدافه الخاصة وطموحاته الشخصية ما نحبش ندخل هنا في نواية تحليل نواية متاحهم ولكن أعتبر أنه خطأ تدافع الديمقراطية مع الناس اللي يؤمنوا بالديمقراطية مع مؤسسات دولة واللي يؤمنوا اللي معناها الدولة والمؤسسات فوق الأحزاب عمري هذا اللي يعملوا فيه مع كل احترام يلتاريخهم طبيض للفشل والفساد اللي كان عنوانه أبرز ليه ما تنجمش الدافع الديمقراطية مع أشخاص ما يؤمنوش بالديمقراطية نجمش الدافع شو معناها الدافع الديمقراطية مع اللي خربت الديمقراطية أنا كنت نايب ونعرف كيفاش كانوا يتصرفوا في مجلس نواب شعب كيفاش أسقطوا حكومة معناها حكومة سيد الفخفاخ بيتهم أنت عمد تضارب المصالح ليتحالفوا مع من كانوا يصيفونه قيل سعيدي طول قد ما يكونوا هما موجودين في مقابله تنجم تقول علي تحب على الطيار الديمقراطي والنجم أنا بدي ننتقد الطيار الديمقراطي وعملنا أخطاء تقديرية ككل الأحزاب ولكن ما سهمنيش في المشهد هذي الردي وكنا ندافع المؤسسات وكان صوتنا عالي وكنا نشكيه وقدمنا قضايا بحركة النهذا وغيرها ولكن رغم هذي أنا نقول جبهة الخلاص ربي عينه ولكن تنجمش نلقى قاوة معهم موضوعين اليوم سهشام لفمي بسرعة الفكرة الشنو فمش كون يقول نجاحات رئيس الجمهورية قيس سعيد هو أنه الوحيد بعد الثورة اللي كان قادر يلقى مربع جديد مع الاتحاد ويحصر شوية الاتحاد في مربع اجتماعي أساس خرجوا من الخيار السياسي الأول وأنه كان الوحيد اللي قادر اليوم بحكومته يمشي إلى الإصلاحات الكبرى أنه الوحيد في تونس منذ الثورة اللي كان قادر أنه النقابة الأمنية وإلا ما يشوش على الدولة وقوة الدولة يضربها بقوة ويضربها بقوة القانون ولا قضاء فسد ولا غيره هذا في الكيس المعبي الاشتر ولا الفرغ الاشتر ساعات يحسب لرئيس الجمهورية إذا كان غدوة في الأيام تقول لي أنا موجود وأنا الألترنتيف وأنا البديل وأنا هذا إلى حد الآن مش معروف عن الدولة أيا سيدي رجعتوا للحكم غدوة شبش تعملوا شبش تعملوا في الأثمية مثلا تمشيوا فيه وأنا متمشيوش فيه لا أنا قلت إن كان كونديسيون نسيسير ولكن لا سوفيزان والخطأ الكبير اللي قاعد يسوي قوله قيس عيد وأنصاروا أو الحكومة إنه إنجاز أو هدف في حد ذاته راهوا صندوق النقد الدولي ما هوش حل بشي ينفسك شوية على المستوى المالي ولكن المشكلة الأساسية المرض الأساسي هو مرض اقتصادي الحل في الاقتصاد مش الحل في صندوق النقد الدولي أي سيدي خذينا كريدي من صندوق النقد الدولي شوش نعملوا بي ويمشي يوجهوه شنو خياراتك الاقتصادية الكبرى شنو الرؤية متاعك أنتي شنو تونس وين تراها في عشرة سنين وفي عشرين سنين وفي ثلاثين سنين وين تحب تهزها الاقتصاد متاحها اللي يوصل للحدود مع ثورة 17 ديسمبر ومع تجانفي وتآكلها ومعاش يخلق في الثروة ويمشي نهزوه هذا هو السؤال رغم أن الجموش نحاولوا نلقاوا حلول ترقيعية لمسألة هيكلية معناها الاقتصاد متاعنا يشكو مشاكل هيكلية هيكلية معناها سيستركتوريل من الجموش نمشي ونعمله قعدنا عشرة سنوات واحنا نلوجه في الحلول الترقيعية لفمي حل ترقيعي بالنسبة لي لأن المشكلة مش غادي يلفو ستاكي ومو ينون با وسمتوم معناها يلزمنا الامراج والأمراض وليس الأعراض متاع الأمراض قعدنا عشرة سنوات واحنا زيد الدقيق زيد الماء معناها كله جينا أزمة نحاول ونسكرها ولكن المشألة الأساسية لعدم قدرة الاقتصاد التونسي على خلق الثروة والنمو واستيعاب البطالة عطينا في الدروت يا سيهيشام عطينا في الدروت أنا كنا نلقى معاك حزب العمال ونعرف لي حزب العمال مثلا مش نفهم زيدا يخي تكتل الحزب هذية مثلا الخمسة أحزاب يخي عندهم اتفاق اقتصادي زيدا كذلك ولا هما جزء ملمومين بشي قولوا قيس سعيد خايم نعم مش قيس سعيد خايم يا سيهيشام الخمسة هذية من اللي ليش عطيتك الهدف مش نجم تقيم أنا قلت لك الهدف هو التصدي كأولوية لانفراد شخص بالحكم ومبعدت بعض دولة بعضكم طوى ثم نقاشات داخلية داخل أحزاب الخمسة دايورنا نتقابله تقريبا مرة مرتين في الجمعة ثم نقاشات هل أنه الخمسة هذية نجم يتحول إلى أرضية سياسية ومعنى برامج اقتصادية واجتماعية من الخبراء الأحزاب الخمسة للاتفاق حول وثيقة اقتصادية واجتماعية وسياسية لمرحلة ما بعد قيس سعيد موجود النقاش هذي ولكن نحكي توا على الوضع كتونسي كخبير نفهم شوي في الاقتصاد نعرف نعرف لكن مرة أخرى مروا بالنسبة لهم مهم كتونس أنه الآن نبدأون نفهم وزيدا خيارات نفهم وين ماشي كي جي أنا تعطيني ينفر بوليتيك فيها خمسة وكلهم رأي ما زلت ما تحاولتش الوفر بوليتيك مثل جستما وقتلاش تتحول تتحول المهارة اللي نتفق على السوكل فيه برنامج اقتصادي أو الخيارات الكبلة الاتصادية والاجتماعية والسياسية وهذا قاعد وهذا قاعد نتناقشوا فيه أسبوعيا وقاعد خطرنا نحن نعرف الخماسي هذية ناوي يمشي إلى انتخابات رئاسية ولا لا ناوي يحط وراء معناها أنسو الكوندداء مترشح وحيد ولا لا بلو عطينا شوية إجابات وإذا كان ماشي ناوي يغير الدستور ولا لا إذا كان نطلع من بعد عطينا شوية إجابات لا أكيد بيش تغير الدستور أكيد بيش تغير أي قوة سياسية تحترم نفسها مش مش تقبل بدستور الشخص الواحد قام بسياغته شخص واحد وبالتالي أكيد بيش نبدل ولكن بيش يكون عنا مرشح ولا لا سابق لهوان ولأنه هدف كما قلت الكالياس مش أنه يكون عنا مرشح لرئاس شنوه برنامجه المرشح هذي وهل أنه المشاركة مش نوع من التطبيع مع الانقلاب اللي عمله قيس سعيد هذه نقاشات داخلية مزلنا محسبناش فيها ولكن كما قاطعنا الانتخابات التشريعية نتصور اللي بش نقاطع الانتخابات الرئاسية لأنه لاعب وحيد هو اللي قاعد يحط في شروط متاحها ولن نقبله أنه شخص يضع شروط متاحه انتخابات رئاسية بش تكون على مقاسه في او مناخ لا يشجع الانتخابات التشريعية ولا رئاسية ودير كالنهار سميتها الهيئة المستقلة عن الانتخابات لأنه رأوا الانتخابات مش فوت مش تدخل صندوق ثم مناخ كامل اللي يلزم يضمن عملية انتخابية والحقيقة ما هوش مضمون هاوك شفت انتتوى معناها احنا بديت الحملة الانتخابية وسيد ما زال بش ينقح المرسوم الانتخابي اللي هو عمله بش ينقح القانون الانتخابي على مقاسه بالتالي هذي العبث انا قلت لك القوة هذي مزالت مزالت ما قدمتش اوفر بوليتيك ساعة والحاجة انا اقترح انه القوة هذي ازا ما تقوم بتقييم عملية نقل ذاتي حتى حزب الى حد الان اللي قام بالتقييم متاعه وانه عملية نقل ذاتي مانا جموش نقدمه ونسترجعه وثيق التوينسة فينا كان ما نقوموش بعملية النقل ذاتي والكل نغلطنا بدرجات ثم شكون معناها في حق نفسه ثم شكون اخطى في حق البلاد وارتكب جرائم في حق البلاد وجرائم هذا خليت ولادنا يحرق وطوق وفقدوا كل امل وهذا اخطر من الازمة المالية لانه الازمة المالية كان يقفو لها معناها رجال تونس وانسيها وموجودين نلقاولها حلول يالياس اللي ما نجموش نلقاوله حلول هو تدمير المنظومة الاخلاقية وتدمير كل امل في انه الغد ينجم يكون افضل في تونس انتوك هشام العجبوني القيادة في تيار ديمقراطية ذري قاعدين نحكي وفرد لغة مستحقين الى انه العرض السياسي يكون اوضح شوية خطر الفوضى اللي احنا فيها الان لحقيقة العرض ما اشقى لقي حتى كيفش يقرأ المواقف السياسية وقتل يرهن البعض جزء على سقوط قيسعيد يقول لحقيقة من يشوك برنا انا عطيت تحليل قلت لك المنظومة متاع قيسعيد ما عندهش قدر على التواصل يستحيل تاريخيا حتمية تاريخية ستسقط ستسقط ثم عوامل ثم ربما عوامل احنا نتحكم فيها ونساهم فيها وثوا عوامل اكزوجين خارج علينا معناها متعلقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي اساسا وكيما قلت لك الاخطاء المتراكمة اللي قاد يقوم بها قيسعيد اولوياته اللي هي ماش اولويات التونسية التونسيين ستعاجل بسقوطه وان شاء الله يسقط قبل على خطر كل ما يطول قيسعيد راول كل فهم بعد باشتعاود ترجع لبلاد ترجع فيها الروح وترجع فيها باشتكون عالية وعالية جدا وهذا ما نتمنوش لبلادنا ان شاء الله مرحبا بك سيشام العجبوني القيادة في طيار ديمقراطي